اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في حسن حال رجعت لكم اليوم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله بشتشوفوا معايا طريقة جديدة نحذروا بها خبز لملاوي من أروع وأنجح الطرق اللي جربتهم في تحضير خبز لملاوي أنا من عشاقه ونحذروا بطرق مختلفة أسبقوا شاركتوا معاكم في برشا فيديو 8 واليوم بشتشوفوا معايا الطريقة هذية مختلفة شوي على العادة لكن النتيجة امتحها روع قد من قلكم الخبز هذية بنين وما نجمش نوصف لكم ويقعد بـ 3 وال4 أيام ما يصير له شيء حتى تخليه في المطبخ ملفه في منديلة تسخنه في القلية ولا في الميكروبونت عبارة حذرته توا بقدرة ربي تجربوا الطريقة هذية وترحموا لي على والدي وتولي طريقة معتمدة عندكم خاصة توجينا شهر رمضان إن شاء الله ربي بلغنا ويبلغكم رمضان على خير إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم وتوا نتعديو بش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحذير وتوا بش نبدأوا باسم الله لهنا أول حاجة خديت القصعة اللي بش نعجن فيها بش نحط فيها كيلو سميد أرتب بش نستعمل كيلو كامل وبش نحط معاها 500 جرام من الفارينة بش نعجن كيلو نص وبش نستعمل إيديا في تحذير العجينة تنجموا تخدموا بالعجينة على حسب الرغبة مطاعكم نفس الشي ما فما حتى فرق وعندي خميرة الحلويات بش نحط منهم غرفة صغيرة ممسوحة اللي فيوخ شاميك خميرة متعقتو هذي كتخفف العجينة وبش نكملوا نحط الملح الملح على حسب الزوق وعندي الزيت النباتي بش نحط منه 3 مغارف كبار 3 ملاعق كبار من الزيت النباتي بش نخلطوا المكوناتها ذوما شوية وبش نكملوا اللم والعجينة متاعنا بالماء الدافي هذوما هما المكونات بالنسبة للكمية متاع الماء عينكم ميزانكم على حسب نوعية السميد والفارينة اللي بش استعملوها كل نوعية كيفاش تشرب صبوا بش شوية وانتوما تلموا في العجينة من بعد لازم نتحصلوا على العجينة متماسكة نوعا ماء تريا ماهيش تتلسق وماهيش عجينة يابسة ده واضحة العملية بش نقعد نزيد في الماء بش شوية بشوية ونلم في العجينة كما نلمينا العجينة توبشنا عجنوها مليح حتى لين نسمعوها تترشق تقريبا مدة خمسة دقايق تعجنوها بالكدي المقطع راني سرعت فيه لكن العملية واضحة هذه هي العجينة متاعنا حضرت اعطيوها حقها في عملية العجنين لازم تسمعوها تترشق توبش نتعدى ونقسموها مباشرة من غير مرتحوها كما شفتوا القويمة متاع العجينة يكون نوعا ميتري ماهيش تتلسق وماهيش عجينة يابسة اخذيت التباق هذه توبش نحط فيه الكوهرة متاع العجينة بش نقسمها لستاشن قطعة بش نعمل منها ستاشن خبزة متوسطين تجمو تعملوا خبزة كبار ولا صغار على حسب الرغبة متاعكم كل القطعة متاع العجينة اللي نمولها لطراف متاحة ونكوروها بينكفو فيدينا نحطوها فاك التباق اللي حذرناه وإلا تحطوا على طاولة وإلا رخامة ادهنوها بالزيت بش هيك الكويرة تمتاع العجينة ما يلسقوش توبوضحة العملية مايش بش نطول عليكم نكمل نقسمهم ونشكلهم الكل ونرجعوا بش نقولكم شنو لي بش نعملو كما نشكلنا الكويرات الكل تو ندهنو لهم الوجه ومتاحهم بشوية زيت وبش نغلفوهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم يرتاحوا أقل شين صايف ساعة وبش نتعدى ونحضروا الخلطة اللي بش نورقوا بيها الخبز الملاوي نجيو طاول الخلطة اللي بش نورقوا بيها هذي هي السر في الوصفة عندي زوس كسين زيت نباتي ميتين ميلي لتر من زيت النباتي الكاس اللي قصت به الساعة متاعه ميات ميلي لتر واخذيت معاهم ميات ميلي لتر زيت زيتونة خلطوا شوية شوية تنجموا تعملوا زيت نباتي صافي وإلا زيت زيتونة صافي بش نستعملوا في الاجمال ثلاثة ميلي لتر من زيت واخذيت كاس فارينة نفس الكاس عبيته بالفارينة ونفس الكاس عبيته بالسميد لارطب بش نستعملوا ثلاثة كيسين زيت وكاس فارينة وكاس سميد ارتب وعندي باكم من خميرة الحلويات الوزن متاعه 15 جرام اخذينا منه مغرفة صغيرة حطيناها في وسط العشينة وقعدوا منه 12 جرام باش نخلطوه تاو مع المكونة هذوما هذي هي الخلطة متاعنا باش نحطوهم في الكاس متاع الخلات ونخلطوهم ممليح تاو تشوفوا من بعد كيفش لازم نتحصلوا عليهم هذي هو السر متاع الخبزة دي باش يجينا مورق وخفيف ومختلف على الملاوي العادي هذي هي الخلطة متاعنا حاضرة لازم المكونة تجينس ومليح تاو باش نفرغوها في صحفة ونتعديو نورقو الخبز متاعنا باش نبديو تاو في عملية التوريق ناخذ شوية مكل خلطة اللي حضرناها نحطوها على الطاولة وإلا رخامة وناخذو كويرة من الكويرات وباش نبديو نحلوها على كبر الطاولة بالشكلة دي كيما شفتوا لعجينة الطاوع وتتخل بكل سهولة حاولوا ركزوا على لجنيب متاع العجينة اللي لازم تحلوها شفافة البلون اللي تخدمو علي لازم يوالي يظهر بالنسبة للعجينة رتحتها نصيف ساعة ونتوم على حسب الوقت اللي عندكم تنجموا تخليوها حتى ساعة ولا ساعتين لكن أقل شي رتحوها نصيف ساعة بشكيكة تنجموا تحلوها بسهولة ركزوا على كل لجنيب متاع العجينة من بعد ما تحلوها بالشكلة دي نزيد وتدهنوها شوية باك الخلطة اللي حذرناها وبش نبداو نطوئو العجينة هذه الطاوية اللولا نزيد ندهن شوية باك الخلطة وباش نطوي الطاوية الثانية نفس الشي نزيد وندهنه شوية باك الخلطة دوب الليش كمية قليلة ما تكثروش هذه الطاوية الثالثة أقذت تدهنت شوية وهذه الطاوية الرابعة طول كلهم باش نخدمهم بنفس الطريقة كيما وريتكم الخلطة ذيك اللي حذرناها كملت بها ستة شن كويرة جيتني قد قد ودي ما حاولوا خلطوها بشكل ذي بشكل سميد والفارينة يدخلطوا مليح على خطر كيف تركح شوية يهبطوا للقاع تو بش نكمل بنفس الطريقة كلهم بش نخدمهم كما وريدكم ونرجعوا من بعض بش نكملوا بقية المراحل كما نورقنا لخبيزات الكل تو بش نتعدى ونطيبوهم مباشرة من غير من رطحوهم إذا كانت تحبوا تخليهم الطيبوهم من بعد حطوا عليهم كيس بلاستيكي وإلا فيلم أليمانتير بالشكل ذي ما تخليهمش في لهوي بالنسبة للخلطة كما قلت لكم جيتني قد قد إذا كان بش تعملوا نصف الكمية متاع العجينة أعملوا نصف الكمية متاع الخلطة حتي تتاجينوا القلية يسخنوا على النار سخنوهم مليح قبل ما تحطوا فيهم الخبز واخذيت البلونشة ذي قريبة بحضة القاز بش نحل عليها الخبز زيت ادهنتها بشوية زيت نباتي وبش ناخدوا أول خبزة ورقنها ديما تمشيوا بالترتيب أول خبزة ورقتوها اذيك أول خبزة طيبوها بش كيك الوقت اللي طابوا فيه الخبزة اللولانين الخبزات اللخرانين يزيدوا يرتحوا أكثر نحلوا الخبزة متاعنا مربعة كما هكا ونهزوا نحطوها في الطاجين وإلا في القلية قبل ما تحطوها في القلية ولا الطاجين رشوا شوية زيت دوب الليش كمية قليلة بش كيكا لون هيجي محمر مزيان دوبة ما نحطو الخبزة متاعنا دوب الليش تشوفوها بديت تبياض شوية تقلبوها للجهة الثانية هذي سر من أسرار نجاح لملاوي بش يجيكم مورق وخفيف ما تخليو هيش تطيب في مرة على الجهة الأولى دوب الليش تبدأ تبياض بش نقلبها على الجهة الثانية وبش نكملوا طوى بنفس الطريقة ديما نرشوا شوية زيت نحطو الخبزة متاعنا إذا كان تعملوا كمية كبيرة ماذا بيكم تستعملوا زوزة واجن وإلا زوز قليات بش تكملوا في سع في سع وبش نكمل طوى كل مرة نقلبهم على جهة حتى لين يتحمروا تقعدوا تقلبوا فيهم ما تخليهم ش يتيبوا على جهة واحدة هذه هي الخبزة الأولى تابت بش نحيوها نحطوها في منديلة لازم تتحصلوا عليها لونها محمر مزيين ما يلزمش تكون محروقة وكحلة وطيبوا على نار متوسطة بش هكيك المليو يتيب من الداخل ويجيكم لونه مزيين ده وواضحة العملية بش نكمل نطيبهم الكل ونرجعوا بش نوريكم النتيجة اللي تحصلنا عليها هذا ما هما لخبزات متاعنا طابو حظروا يجيوا ما شاء الله نودكم ومن شهيكم قد ما نقولكم المليوي ذي بنين وخفيف وما نجمش نصف لكم من أنجح الطرق اللي جربتهم في تحذير المليوي ان شاء الله هتجربوا الطريقة وبقدرة ربي ترحموا لي لولدي وتولي طريقة معتمدة عندكم صدقوني طعمم تاعو كين نفطاير بنين برشا ان شاء الله هالفيديو كان واضح فسر تلكم ممليح اذا كان عندكم اي مليحظة ولا تساولك تبولي في التعليقات نجاوبكم نتقابل في وصفات اخرين واخر حاجة نقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافينا فكم من ما لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دمعلينا وعليكم النعمة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته